الحدث الهام التاني اللي شهده عام 1913 كان سبب في بداية انتقال النادي الاهلي لمرحلة مختلفة في دوره الرياضي الوطني وانتقل نشاطه من الممارسة للمنافسة كان موجود في مصر في الوقت ده راجل يوناني الجنسية اتولد وعاش في اسكندرية عنده معمل تقطير اسمه انجلو بولاناكي كان مهتم بالرياضة وفكر في تأسيس اتحاد الهيئات الرياضية سنة 1908 المعروف باسم الاتحاد المختلط وبعد كده اسس اللجنة الولمبية المصرية سنة 1910 عام 1913 بدأ نشاط الكورة في مصر على مستوى المسابقات جريدة الامبرزيالي قدمت كاس باسمها لمسابقة في كرة القدم بتتنافس فيه فرق الجليات الاجنبية للتحاد المختلط برياسة انجلو بولاناكي قرر اقامة مسابقة في كرة القدم على درع بولاناكي وقرر اقامة المسابقة خلال شهور اكتوبر ونوفمبر وديسمبر 1913 بين انديت القاهرة والاسكندرية بنظام جديد انديت القاهرة تلعب مع بعضها ويطلع منها نادي وانديت اسكندرية تلعب مع بعضها ويطلع منها نادي اللي اتنين يلعبوا مع بعض والفائز بالمباراة يحصل على درع بولاناكي انديت القاهرة تصدرها نادي السكة الحديد وانديت الاسكندرية تصدرها النادي الولمبي وفاز نادي السكة الحديد بدرع بولاناكي بعد ما فاز على الولمبي 3-0 الله اما الفين الاهلي الاهلي رفض دعوة الاتحاد المختلط للعب في البطولة لان توجه الوطني خلا يرفض المشاركة في اي نشاط بيديره الاجانب في الوقت ده مطلع 1914 وفي جلسة يوم الاتنين 24 فبراير 1914 عرض جناب الميستر تشارمن مسؤول الالعاب ان سعادة احمد حشمد باشا وزير المعارف عازم على تقديم هدية للنادي كأس يشترك في مبارياتها للحصول عليها طلبة المدارس العليا ومتخرجيها بشرط ان يكونوا اعضاء بالنادي واقترح جنابه من باب التشجيع ان يعامل الطلبة الذين يريدون الاشتراك في النادي ليشتركوا في المباريات معاملة استثنائية هذا العام وان يقبل اشتراكهم لمدة شهر فقررت اللجنة قبول ذلك بالارتياح وبصفة استثنائية هذا العام فقط وفوضت الى جناب الميستر تشارمن الاتفاق على الاجر الذي يدفعه هؤلاء الطلبة اللجنة العليا للنادي الاهلي قبلت الكأس المهدى من احمد حشمد باشا وزير المعارف وبدأ تنظيم البطولة وكان نظامها مشاركة اعضاء النادي من الطلبة والخرجين بنظام الفرق يعني طلبة وخريجي مدرسة الحقوق يعملوا فريق وطلبة وخريجي مدرسة الهندسة يعملوا فريق وهكذا وقررت اللجنة العليا مشاركة من يرغب في المشاركة من فريق كرة القدم بالنادي كفريق اضافي في البطولة بشرط ألا يكونوا من طلبة المدارس العليا ولا من خريجيه يعني فريق كرة القدم أعضاءه حيشاركوا مع فرق مدرسهم العليا طيب فيه من الفريق مجموعة مش من طلبة المدارس العليا ولا من خريجيه دول حيشاركوا باسم النادي كفريق منفصل فتبرع سعادة عزيز عزة باشا بمبلغ ثلاث جنيهات أفرنكيا يعني ثلاثة جنيه أسترليني لمساعدة أعضاء تيم كرة القدم في دفع ثمن القمصان المشترى لهم من إنجلترا البطولة دي مش بس شجعت الطلبة على ممارسة الرياضة دي كمان شجعت الطلبة على الانضمام لعدوية النادي من خلال منح الطالب اللي مش عضوه في النادي استثناء للاشتراك لمدة شهر في عضوية النادي باشتراك رمزي وده كان دافع للاشتراك الدائم في عضوية النادي وضمن كل الطلبة لعدوية النادي كان واحد من الأهداف الرئاسية للنادي الأهلي للرياضة البدنية